توعد رئيس الوزراء حيداً لعبادية الجهات التي تحاول التلاعب بالانتخابات ونتائجها بإنزال أقصى العقوبات بحقها مضحاً خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن قانون العفو لن يحمي تلك الجهات من العقوبة التلاعب في العملية الانتخابية نحذر سنتخذ كل الإجراءات والعقوبات الرادعة سندعو إلى اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات بحق الذين يتلاعبون بالانتخابات مهما كانوا سواء من مواطن عادي أو من مرشح أو من موظفين أو من مراقبين في المفوضية أي واحد يقوم بأي تلاعب في صوت الناقب سنضغط وسندفع باتجاه اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم خاف البعض يفكر أنه أيضاً يزدر قانون العفو ترى ما رح يزدر قانون العفو آخر